السلام عليكم اهلا بكم في المحاضرة الثالثة من كورس Introduction to Embedded Learning المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن Operating System in general والفونشناليتي اللي بيقوم بيها في البلاتفور وازاي بيفيد سواء بيتعامل مع الهاردوير او بيتعامل مع الابليكيشن اللي بترانه وقلنا ان الكلام ده سواء على اي بلاتفورم او او على اي بلاتفورم المحاضرة دي ان شاء الله عيبها تركزنا على المحاضرة وهنشوف ايه اللي في ال Operating System اللي ممكن ناخدها ككريتيريا عشان نختار انهي او اس هو اللي تخدمه في ال Application بتاعتي يمكن اختيار الاو اس في ال Non Embedded World اسهل لان هم ثلاثة مشهورين لينيكس و اي او اس و ويندوز بس في حالة ال Embedded في عشرات من ال او اسهل وكل واحد فيهم لي استخداماته وليه ال Application فمن المهم جدا نحن نعرف ايه ال Feature ازايات و ايه الكريتيريا ازاي نختار نيو اس لل Application بتاعتي وده يبقى ان شاء الله موضوع محاضرة النهاردة ارجو انها تكون مفيدة وانكم تتفيدوا منها و لو في اي اسئلة يريد تحطوها على ال Facebook page او على ال Discussion Group يبقى ال Title بتاع محاضرة النهاردة Selecting the Proper OS طيب قبل ما نسأل نفسنا ازاي نختار ال او اس في سؤال مبدئي الاول نسأله هو لازم يعني بفي او اس يعني هل ممكن نتعايش مع Embedded System من غير Operating System في الحقيقة اللي يجب على السؤال ده لا مش للضرور يعني ممكن يبقى عندك System Embedded System ما يكون مفهوش او اس وده بتبقى عادة موجودة في حالتين الحالة الاولانية في Very Simple Embedded Systems ساعتها مش محتاجين او اس والكود بيكتب داركلي على الهاردور الحالة التانية في السيستمز العادية او اس نفسه ما هو كود مش مفيش او اس تحته والبوتلودر نفس النظام فهتلاقي البوتلودر والكورنل دول عبارة عن مكتوبين مثلا انسي ومفيش او اس تحته يبقى الإجابة على السؤال لا مش لازم يبقى عندنا او اس وفي الحالة دي انت عايز تكتب كود ممكن تكتب كود بين الاسمبلي وابلسي موكتوبين كويس يعني لماذا تتعبين دماغنا ما ننكمل من غير اس لا احنا واخدين محاضرة كاملة عن اس بيعمل ايه لو انت عايز تكتب كود من غير اس يبقى انت بتقرر انك انت تستغنى عن كل خدمات الاسمبلي وتقوم انت بالادوار دي بنفسك يعني ما فيش حاجة ما فيش حاجة ما فيش حاجة منفعش المالتي تاسكينج هيختفي تماما لان كرن الاسمبلي هو ده اللي بيعمل المالتي تاسكينج حاجة تانية ما فيش حاجة اسمها لو انت عايز تتعطل شوية ما فيش حال قداما ممكن تعمل مثلا مثلا ما فيش حاجة اسمها صحيني وانا اروح اعمل حاجة تانية ما فيش معلومات على الفلاشة ما فيش عندي بصفة عامة انا كده لما فيش او اس انا كده استغنيت تماما عن كل الفنكشناليتي بتاعته والسيستمز بتاعتي تبقى فنكشناليتي ياما هتلاقي نفسك بتعيد كتابة الفنكشناليتي دي من اول وجديد في الابليكيشن بتاعتي عشان كده السيستمز دي يعني الحقيقة انها موجودة الى انها مش الفوكس بتاعنا احنا مش مش ده لتركيز بتاعنا احنا متكلم على مور 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 تمام نرجع للسؤال الاصلي نستخدم انها او اس وهكذا فدي حاجات بتحدد وهنا نشوف هكذا ان حتى كلمة او مش ببلاش فيها الحاجات الثانية الهاردوير هل كل او اس ينفع معي مع الهاردوير بتاعي هل ال او اس هيرضى بالهاردوير بتاعي دي سؤالنا لازم نسأله قبل ما نختار ال او اس ثلاث حاجة هل انا هكتب الحاجة دي وبعد كده ستة اشهر ولا ثانه ولا ثانتين عايز اوبجريد السيستم بتاعي هلاقي ايما ال او اس مش بيشتغل مع الهاردوير هل فيه معرفش هل ال او اس ده بيسابورت ريال تايم احنا متفقنا ان فيها نسبة كبيرة جدا من شغلها بيبقى فيه ريال تايم هل ال او اس ده بيسابورت ريال تايم ال او اس هل ال او اس ده كبير على ال بتاعي يعني مثلا انا بكتب عشان احطه في البروسيسور اللي هو في او في ده فيه بروسيسور ده فيه هل انا هل احط مثلا ويندوز ايه عليه على ال هل ال او اس ده مهمة جدا هل ال او اس ده قادر ان هو يادابت مع حجم الهاردوير بتاعي والابليكيشن بتاعتي ولا لا هل انا بيجيبه كده زي ما هو ولا ينفع عمل السابورت كمية السابورت هل انا هجيب او اس وابتدى اشتغل ويلاقي مشكلة فيه وملاقيش حد يساعدني يعني هجيبه من شركة صغيرة مثلا وملاقيش حد يساعدني او شركة ده 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 فاكتور مهم جدا اخيرا هل هو اوبن سورس ولا مش اوبن سورس وهنا نتكلم على حكاية ديفر ايه معي اوبن سورس ولا لا فدي كلها كرايتيريات دي اللي النهاردة محور كلامنا في محاضرة النهاردة هو ايه الكرايتيريات المختلفة اللي احنا بنستخدمها علشان نقرر نستخدمها لان فيه واسس كثيرة ومشيش واحد حلو والبقين وحشين كل بلاتفورم مختلفة فتعالوا نبص على اول حاجة وهو الكوست انا عندي نوعين two classes of os فيه كلاس كوميرشل او اسس اللي هي مش ببلاش وفيه free او اسس اللي هي مبتدفعش عليها فلوس زي اللينكس كده طيب هل الكوميرشل نفس النوع كلهم لا في عندي كذا كوست ماضل يعني ايه يعني ايه يعني فيه مثلا انت عندك زي الشركة او اللي بتعمل او اس ده بتشارجي اول حاجة فيه مثلا ممكن يعمله فاكس برايس للا اسس يعني انت مثلا هجيب ال operating system ده مثلا let's call it operating system x مثلا windows اي او whatever هم اقول لك ايه عايز تجيب الاسس ده بتدفع مثلا عشر تلاف دولار مس كده انا اجيب الاسس فاع عشر تلاف دولار دول وعيش حياتي بقى طول عمري بيه لا ممكن طبعا يكون فيه نوع منهم كده بس غالبا لا ومال ايه عادة بيبقى per device type or family يعني ايه يعني هو يجي يقول لك انت لما يجي تشتريه يقول لك انت عايزه ليه عايزه علشان اقول له انا عايزه علشان بعمل راوتر الفلاني يقول لك اوكي الراوتر الموديل الفلاني ده ليه اللايسنس بتاعتي لو قررت تعمل راوتر موديل تاني يبقى pay another license يبقى license per device type او ممكن تقول له يقول لك خلاص family of routers هو ده اللايسنس بتاعته طبعا ده حاجة بتخش في الماركتنج او يعني في بيبيع الOS في business model مختلفة بس انا بحب اقول لك الموديل المختلف فيه ساعات يقول لك انت اشتخدم الOS ده ترن على مثلا ARM processor اي حاجة تحطها على ARM فاين اللايسنس ديه تشغل انما عايز تحطه على بروسيسور تاني واللي يكن مثلا MIPS او عايز تحطه على x86 او حاجة كده لا ده اللايسنس جديده ممكن ساعات برضو مجموعة من انت بتعمل شركة سيسكو 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 عندها بس يعني تكلم انها تفترض انها كده يقول لك سلسلة الراوتر كلها كده فدي كلها زي ايه بزنس مودل بس هنا في كل الحالات ديه سيسكو الحاجة التانية اللي ممكن يشارجوا عليها التول يعني انت باشي الواس ديه اول حاجة انما بغير كده بيبقى عندك مثلا الكمبيلرز والديبوجرز والحاجات ديه وفي الحالة دي بيتشارجوا بمعنى عدد الديفيلوبرز عندك عشرة ديفيلوبرز يبقى انت عايزهم كلهم كل واحد فيهم عنده نسخة بيبقى بكل سيت كل واحد منهم ما يجاي هتدفع له ساعات بتبقى لايسنس مدى الحياة ساعات بتبقى كل سنة ساعات بتبقى اللايسنس مفسها مدى الحياة بس كل سنة بتدفع مبلغ اقل عشان نوع من المينتنس عشان السابورت حاجات كتيرة جدا الحاجة التالتة ان هي اللي هو بيسميها الرويالتي بمعنى ان انا مش بس هدفعك ثمن ال او اس لا انا هاجي كمان لما انت هتحط ال او اس لما اقول يكن مثلا في موبايل يبقى كل موبايل يطلع برا تبيعه في نسبة في رقم هيرجع علي موديلت وتعالت انت البرفرنس بتاعك هل انت البرفرنس تدفعك مثلا 20-30 ألف دلار او انت عايز في موديلت من انتل وعايد اطلع وعليها او انا في الحالة دي انا افضل الموديل اللي هو هدفع مبلغ ملايين اول موديل التاني انا اطلع عدد قليل من البرفرنس وهي حمل تم موديلت مختلفة انه ده موديل الموديل التاني اللي هو البرفرنس في الحالة دي ما فيش بتدفعش حاجة خالصة على سواء على استخدامه يعني ولا انت عاديش ان تجيبه من عنات ولو انت عايز استخدامه في اي جهاز ما حاجةش يدفعك الموديل التاني بس في ساعات دي يبقى فيه ده اللي هو الديريكت كوز ما فيش كوز ساعات دي يبقى فيه الديريكت كوز يعني مثلا ساعات يقولك هديك ساببورت انت مش كل واحد بقى انت عايز استخدامه مثلا على اللينكس في بعض الفرزين من اللينكس انت بترجع دولدها ببلاش وكل حاجة بس انت لو انت عايز حاجات معينة سباشال اسئله وكذا وفي شركات ايمى على الموضوع ده رد هات وفيه جاركات كثيرة جدا ايما على موضوع نت بروفايد سبورت فيه ناس ويلينج ان تدفع كوست فور السبورت فيه سبشال سيرفزز ممكن انا ماشي انا عديك البرينج سيسم ببلاش بس انا على الشارج بس انا عايز تبورت الاو اس ده على يورون بلاتفورم فده كوست مختلف ساعدك فيه فرجين من الاو اس ببلاش وفرجين تانية بفلوس بمعنى انا الفرجين في دورة لم طلعها رد هات ببلاش دي دونلودت وفولي فري بس انت لو فيه حاجة سماية انتر برايز دي بقى لو انت عايزها دي بدي بقى فيها خواص اكتر كسرعة احسن فيها فيه مختلف تانية مش موجودة في مثلا الفري او اس وعشان كده هود فده مثلا موضل تاني ان كده فيه كوست مثلا شوية تولد اضافية كده والمهم يعني الخلاصة انك انت ما بتدفعش مفيش كوست لل او اس نفسه او التولد نفسها بس ممكن يبقى فيه حاجات جانبية بالكوست ومع مرور الوقت فيه كل شوية الحاجات دي ممكن تستغنى عنها وانت هتلاقيها الفري يعني مثلا الساببورت دي الوقت حاجة دي لينكس is very well supported by the community يعني كمية الناس اللي اشتغلوا به كتير انف ان اي مشكلة هتقابلك غالبا فيه حد تاني قابلته وغالبا هم حاطة الحل بتاعها عالنابت فحاجات زي كده فعشان كده مع مرور الوقت الكوست بتاع الساببورت بالشبه يعني مش بتحتاجه قوي التولز على طول بيطلع تولز اوبن سورس وكده وفري ودي منها اكزامبل تقع لينكس ويكوست وانتكلم عن الكلام ده المحاضرة الجاية ان شاء الله المهم فده ده كده ده اول فاكتور فأنت هتقرر بقى انت عايز مثال انا بعمل حاجة كده في المعمل ومش هاد ادفع فلوس بان بجوه فور الفري انا بعمل حاجة وحطها في جهاز 8000 دلار مش مشكلة ان انا راح اجيب حاجة فيه عليها الرويالتي لان اساسا انا ادفع خمسة دلار منهم يروحوا فيها للرويالتي مش مشكلة انا بعمل مثلا حاجة جهاز وهيبقى 8 و 10 دلار لا ساعتها مفيش داعي ان انا ضيع منهم اتنين تلات دلار يروحوا للو اس يبقى انا هفضل للموديل ان انا ادفع وهكذا انا ادفع انا ادفع داعي ادفع التالي هي لحاجة يعني هي لا تنفع لان كل اس لحاجة مفتح لغة انا شغال على 32 بيت مينفع على 8 بيت او العكس يمكنك تعملها بس على 8 بت او 30 بت فهي يبقى الوس نفسه لي مجموعة من الـ requirements انه يرن على الهارد ورد بحيث انه هو عشان تعرف تشتغل بيه في مثلا او اس اس بتتطلب لازم يكون عندك امام يوم اللي هي memory management unit اتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاته الـ linux منهم مثلا يعني الـ linux مينفعش تحطه على ماشين اسرى على platform على هارد ورد مفوش امام يوم لو عايز تحطه على حاجه مغير MMEU الـ Processor اللي هي البسيطة اللي هي simple processor ما فيهش MMEU لو عايز ترن عليها linux ما ينفعش لازم تجيب بقى patches مختلفة من linux او version مختلفة من linux انا نكلم عليها لاتر يبقى اذا الـ os لي requirements على الهارد ورد عشان يرن عليها فانت برضو تبقى عارف انت بتكتب مثلا وليكن هتعمل سيستم صغير خلص تتكلمنا اللي هو المثلا زي اللي جوهة sim cord ده مثلا غالبا الـ Processor مش هيبقى مفوش امام يوم صعب انك تحط عليه linux بتعمل راوتر او access point لا في الحالة دي ممكن تجيب Processor محترم ويبقى فيه امام يوم كل او اس مثلا بيبقى لي minimum memory او storage required فيبقى اذا الـ conclusion في الثلاث حاجات ديات ان الـ os بيطلي تطلبات على الهارد ورد يعني فيه او اس للهارد وور سيستم الكبيرة فيه او اس للسيستم السمول في حاجة للميديوم وهكذا فدي حاجة لازم حسب الـ platform بتايق بقرر ان الـ os يناسب الـ size بتاعي وبرضو من الناحية التانية برضو انا كهارد وور ممكن اتطلب حاجات في الـ os بمعنى انا مثلا كهارد وور بعمل application محتاج عندي USB support هل الـ os ده بي support فيه USB support ولا لا انا مثلا كـ system application محتاج اعمل tcpip support محتاج ان انا ابعث باكت سوء بتاع لازم اجيب operating system يكون بـ support tcpip ساعات مثلا لسه ان انا عايد support tcpip ip version 6 يبقى لازم اجيب الـ os يكون بـ support ip version 6 وهكذا يبقى فيه الـ os يبقى لازم يبقى الـ os يبقى لازم يكون الـ os الهارد وور بـ support needs بتاعت الـ os ونفس الوقت الـ os بـ support needs بتاعت الـ application بتاعي فديت list of requirements اللي انا محتاج ان انا اتأكد ان الـ os meets requirements ولا لا طيب ايه تين الـ portability ايه الـ portability ديه انا لوقتي عادتا لما بنقل الـ development process is a very يعني اه long and expensive process يعني اكتب software مثلا لـ router it's very expensive هل انا بعد ما كتبت الـ router ده جيت بعد كده قمت مغير حاجة هموف ان للـ processor التاني بدل واحد في لقيت processor احسن ف هموف ليه هل هرم الكود بتاعي ده كله او هل الـ os هيعرف يتنقل معي فدي نوطة مهمة جدا يبقى انا i need to know ان انا if i want to migrate لـ different hardware platform هل الـ os والموف معي ولا الا ان هو كان شغال على version معينة على بروسيسور معين وبعدين اجا نقل على بروسيسور تاني اقول لي لا معلش انا ما مقدرش او مثلا بيسابورتش ماموري اكتر من مثلا 8 ميجا بايت فهو كان شغال حلو اجيت بعد كده سيسم الجديد عليه 64 ميجا بايت هاي ايه الـ os هاي بيل اوت او يعني مش هاي سابورت هل ده الوضع ساعتها لده بعمل بلاننج اهد طب ده من ناحية لو انا هانقل على هاردور بلاتفورم جديد ساعات بالعكس هذا مثلا لسي ان انا قررت اعمل او اس ده وعمل بو اس تاني يعني انا قررت كنت شغال على او اس وغيرت الموضل اي حاجة من التانية خلتني اغير الو اس هل لما اغير الو اس هتطر عيد كتابة الكود ودي حاجة مهمة جدا عشان الو اس ما يبقاش عندي الحكاية دية لازم الو اس يكون بمعنى ان انا لما بكتب كود الو اس ده مجموعة من الو اس لازم الو اس يبقى شابه الو اس بحيث ان انا ممكن اشيل الو اس وحط واحد تاني بداله والتغيير في الكود هيبقى مينمي طبعا مفيش حاجة مهمة مفيش تغيير في الكود بس يبقى تغيير في الكود مينمي عشان كده عمله التغيير انا اريد ان انا مش كل مرة اخش في بروشيك جديد وهاشتغل على او اس جديد ابتدي اتعلم من اول وجديد الابي ايز كلها عشان كده مهم جدا ان الاس ده بيسابورت ستاندر اي ايز ولا لا فده اللي احنا تمناها البرتابيلتي بتاعته طيب ايه اخرى الفوت برنت بتاعت الاس الكلمة فوت برنت ده احنا بنتطلق على الاس بصفة عامة اي اي بايناري او اي ابليكيشن بتاعتها هو السايز بتاع الاكسكيوتابل بتاعها او بمعنى اصح هو محتاجة ميموري قد ايه عشان ارن البايناري ده فالاو اس ازا بايناري فعايدين نشوف البايناري ده محتاج استوريج قد ايه هنلاقي في بعض الاو اس محتاجة ازلو ايه اتنين كيلو بايت اطلال الشيء قد اخبرنا Yuan من الواسس الكبيرة. نقطة دي مهمة جدا. دي نقطة اساسية جدا. ليه؟ لان دي ما احنا اتفقنا ان نسبة كبيرة جدا جدا منها. بيسموها هارد ريال تايم كونسترين. هارد ريال تايم كونسترين يعني ايه؟ يعني فيه جابس. لو ما عديت الوقت ده مش بس هيقول لك تو باد ما عليش جيت متأخر لأ خلاص الجاب بوست. اعتبر كده ان في حد بتلحق تمسك حاجة. لو ما جيتش في الوقت المناسب تمسك الحاجة دي والحاجة دي وقت عالقارد خلاص طويل ما ينفعش خلاص يبقى الجاب بوست اساسي. فدي اسمها هارد ريال تايم كونسترينز. بس السوفت ريال تايم كونسترينز. اللي هي ان انا عايزك تبقى سريع. بس يعني لو ايه؟ لو انا عايزك لو خلاصت في وقت اطول سنة. بس ايه؟ الجاب بس ايه؟ الجاب بيضان. فالايميلات سيستمز بيحتاج جدا ريال تايم كونسترينز. فهيبقى لازم محتاج الابراتينج سيستم يسابورت ريال تايم. عشان كده بنسمي البروسيسور اللي بيسابورت ريال تايم بسميه ريال تايم او بنختصره ارتوس. يبقى انت لما تسمع بدل من اقول اه امبادد اوبراتينج سيستم دايما دا كلمة الدرجة هي ارتوس ريال تايم اوبراتينج سيستم. اهم من انه يبقى سريع انه يبقى ودي نقطة مهمة جدا لازم نفكر فيها يعني نقطة من النقطة الاساسية تعريف الريل تايم مش بس بتحتاج سرعة طبعا محتاجين حاجه سريع ولكننا محتاجين حاجه انا بكتب الابليكيشن علشان وحسبتها ان دي رن في اثنين ميلي ساكن يكون الجوب دي خلاص ما ينفعش انه هو يخلصها شوية في وان ميلي ساكن وهو سريع او يخلصها في وان ميلي ساكن وبعد شوية يخلصها في اربعة ميلي ساكن كده يبقى سريع بس مش ريل تايم او مش بس فاصل انا عايزه مهم جدا 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 انه يبقى تسببك السيتم بتاعي محتاج انه يبقى لي او 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 اس بتاعي او ارة طبعا لازم يبقى هذا الاساساساسي نحن بأي تخليها في الاركتكشور بتاع الاس قمثلا من ضمن الحداد في الاركتكشور مثلا نوو باكراون تاسكو بتاخد وقت يعني ايه يعني ، هناك بعض الاس بيبقى لديها مرحلة ما رائع حجر كامل حجر كامل أو يحتاج موضوع معين او حاجة زي كده بتراني في الباكراوند فدي بقى بتبقى ايه بتبقى ايه بتبقى بكده مثلا كل مثلا شوية تقوم طالعة عاملة شوية شغلانات وبعدين دي خطر جدا في ارتوس ليه لاني معنى كده ان انا كنت بخلص التاسك معينة دي في كذا ملي ساكن بعدين جس راندم لي في بروسس اميت فخلت فخلت كدير من البروسسنج بتاع البروسسور فانا سلوت داون والتالي نتج عن كده ان انا بدأ ما خلصها في ملي ساكن خلصتها في ملي ساكن وفقدت فدي مش من ضمن الخواصة المفروض تبقى موجودة في ارتوس طب يعني ايه نستغنى عن خلط لا مش دادم نستغنى بس على الاقل نقللهم لما يكون تقوم واحدة يبقى سريعة الجوب اللي بتقوم بها سريعة تبقى بتاعت دي قليلة بحيث انها ما تاخدش مش بريامت اللي انا شغال فيها تكون يعني اللي هي محتاجاها قليلة ففي مجموعة من الحاجات في الدزاين بتقل تخليها بطريقة منتظمة تبقى عارفة بتطلع كلها دي بالزبط بحاجات زي كان فدي من الحاجات اللي انت لازم يعني بدزاين ارتوس بيكيبت المعنى ايه تاني السكادولر احنا انتفقنا للمرة اللي فاتت يعني ايه سكادولر وقلنا فيه راوند روبيند سكادولر وفي اه براوريتي بيز في مفوش بريامشن في مفوش بريامشن وهكذا لازم اضبط بتاعي بتاعي يعني مثال اه لو انا ما خلتهوش اه بسابورت وخلته مجرد راوند روبيند دي مشكلة لان معنى كده ايه الابليكيشن بتاعتي لو بترن لوحده هتاخد البروستوسر تايم كله لو اقومت البروستوس تانية يبا اخذت نص التايم واحدة ثالثة بقى الثلاثة التايم لان التايم متوزع بالتساويم بينهم انما انا لو اصبورت البروستوسر يبقى انا معنى كده ايه لو عليت بتاعت البروستوسر بتاعتي ايه محتاجة ريال تايم ستايم هلأي حتى لو اضفت الحاجات تانية مش هتاخد الوقت الكبير من البروستوسر لان انا بهاي براوريتي هما يجب أن نقلل اي حاجة ممكن تحصل راندوم. اي حاجة مش معمول حسابها نقللها. احنا اتكلمنا برضو المحاضرة اللي فاتت يعني انترابت. ان في ديفايس بيجي قول لي حاجة نقل هذا الانترابت. موضح لن نقلل ما الصغير الموجود بأنها تأتعب لنقل التطور. معنى كده انها تأتي يجب ان تأتي الانترابت ويانسي الانترابت. يبقى الحل نمر واحد ان اقلل الاتنسي بتاعت الانترابت يعني الوقت بريدنج سيستم بياخده عشان يقطعن تشغلي بتاعي ويروح يهندل الانترابت يبقى وقت سريع يبقى ما بيعملش حاجات كثيرة قوي علشان يعمل الحكاية ده عشان الانترابت يبقى يجيب ويمشي بسرعة من غير ما يضرني جامد حيث اقلل اقلت عن العشان الانترابت متوحش ما يقف بالدنيا نمت برد اقترر معنى الانترابت متوسطه يبقى فيها حاجات القناع قادمة يجب ان يجب ان انترابت خفيف وعشان ما يضرش الابليكيشن ويخليها تلاك او بردكتبالي تمام ايه تن الكنتكس سويتش الاسكاديولر ده قاعد يوزع لان عندي مالتي تاسكين قاعد يوزع على الوقت البروستيسور ما بين مجموعة من البروستيس او البروستيس اي مكشور ان الوقت اللي بياخده علشان يوزع ينقل من تاسك لتاسك ما يبقاش كبير لان الحكاية دي برضو بتحصل وقت راندم انا مش عامل حسابه وانا بعمل دفلوست يبقى انا ثاني عشان توميكا لونج سوري شورتي يعني عشان محتاج يبقى عندي سرعة او سبونس بتاعي سريع زائد ان انا ابقى يبقىص فخ Dag يعني ان انا على المع subscribers لانا متحuder ف!'s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s blue بحيث ان انا لو مش محتاجها اعمل لها دي سيبل فده لما يحصل هيخليه اسرع ويخلي بتاعه يقل. في حاجات عملها انابل في حاجات عملها دي سيبل في حاجات بثبت بتاعها. اه قادر اغير اللي اتكلمنا قبل كده والمحاضرة اللي فاتت عن تيك ديوريشن. واتفادة انها لما بتكبر بيبقى لها ميزة وبعيب ولما بتقل برضو يبقى لازم اخلي الاسرع اشكله او اغير لونه زي الحربية اللي في الصورة دي لون هيتغير مع تغير الاسرع او تغير الابليكيشن اللي هيتران فيها. فدية من Dåبقى اهدتها ويكون من الاول أصابها يبدو لاجهو يجب ان ي papier يعني اكثر من لاوقع الاسرعات اللي يمكن تخلص uso depending Seiten of the memicius bluetooth ويقدر ان تغيير Saying works او تغير ور�long fez company او تغير اذا أردت بالفعل كالترنف على الإستعمال ويبقى لدي جدول كبير جدا ويبقى أن أريد إستعمال ويبقى أنه يكون الناس مجددا سوف تنفيذ منه ويبقى أسرع في بعض الفنكشناليتي مش بسألت سرعة وسائز بس في بعض الفنكشناليتي مش عايزة يعني مثلا اللينكس ممكن يبقى كورنل وممكن يبقى مش بريامتف دي اللي اتفقنا دي اللي مها زي وعيوب ونعرف دي ليتر بس انت ممكن تنيبل البريامشن ودقو تدسيبل البريامشن في اللينكس وهكذا فدي الايه الخطوة الجاية اللي انا برضو عايد اعرف في الاو اس في او اس اعرف انا وانا بشتغل بيابلني في الاو بريتنج سيستم ببعايز اغير حاجات في البيهيفير او عايد افهم حاجات في البيهيفير او اعرف ازاي بتتغير وهكذا فاول خطوة عشان اعرف كده ان حد يساعدني لو انا اجيب الاو اس ده مثلا اه ويندوز سي ايه ما انا عايز مايكروسوفت بتاعها كافي بحيث ان انا كده هل السابورت ده بفلوس هل انا لازم اعتمنه هل هو ببلاش هل هو كافي هل في كوميونيتي سابورت ده مهم جدا هل انا يعني محتاج اي حاجة انا مثلا في لقيت اوبريتنج سيستم جامد جدا بس انا اول واحد بيستعمله انا اقول انا اقابلني اي مشكلة انا هبقى فرد تجارب بتاع الاوبريتنج سيستم ده ومش انما لو انا بشغل على الاوبريتنج سيستم زي اللينكس اي حاجة هتقابلني اروح اعرف ايها موجودة في كوميونيتي يعني في الديفيلوبر كوميونيتي يبقى دي ميزة كبيرة كده فدي مهمة جدا حكاية السابورت دي عشان ما اي 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 وان اي 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 او فيي علي اي اي اقابل مستفضل جدا بتاعتك فعرف ما raw ب де اي اي ايوم باقي ديه كوز طيب gilt Large ماشي وفي او اس از اوبن سورس زي اللينكس تداولد السورس كود وانت اللي تبايلده وفي ايه يعني ايه ودي يعني صعب انك تلاقي او اس في ذات احنا امبادت من قريبين جدا من الهاردور صعب اقول انك تلاقي او اس 100% الكود بتاعه مقفول بس في اه بيبقى جزء منه مقفول اه يعني يعني مجرد وفي اجزاء بعض الاجزاء اللي هي اوبن سورس احنا مهم جدا بالنسبة لنا ال اوبن سورس لان احنا يعني الابليكيشن بيبقى فيها نوع محتاجه جامد جدا محتاج تفهم ال او اس ده شغال ازاي ومتعابد تحتاج تغير البيهيفير بتاعه او تيكاستمايز البيهيفير بتاعه فمش كيف يعني انا اهتمامي انه اوبن سورس في بعض الناس بيخلطه ما بين انه اوبن سورس وما بين انه ببلاش يعني كل تفكير وما يسمع ان اللينكس اوبن سورس يعني اقعد عن اللينكس ببلاش لا دول نقطاتين مختلفتين تماما انه ببلاش دميزة طبعا انه اوبن سورس ان انا اقدر اشوف الكود اعرف وشغال ازاي اقدر اغير في الكود اقدر اصلح بوج لو في بوج اقدر اعرف عامل بوج او اي دخل جواهي هل انا دخلت مغارة مع كحف مظلم او عندي قدر ان او اشوف الكود الواع. فدي ان هو اوبن سورس دي فيها مزايا كتيرة كده. خلاص احنا كده غطينا الاريات كلها اللي احنا بنتكلم عليها. وان نبص السامري بتاعنا يبقى انا دلوقتي او كواحد بيبتدي بروجيكت هاد افكر اني او اس انا عايزه ففي عندي مجموعة من اول حاجة يهمني اعرف بتاعه بتاعه. واتفقنا ان فيه موديلز كتيره. الحاجة التانية list of requirements whether requirements بتاعت ال او اس ده. هل انا كهاردوور بتاعي هيقدر يشيل لل او اس. والحاجة التانية هل ال او اس اللي انا عايز اجيبه ده فيه يؤدي الاغراض اللي بتاعتي عايزها. الحاجة التالتة البرتابيليتي. هل انا اقدر اشيل الكود ده من من على هاردوور. حطه على هاردوور تاني من ال او اس. ولا ولا مقدرش. ولو قررت ان انا نقل الكود من ال او اس جديد. هل ال او اس بتاعي ده بي support standard api بحيث ان نقل الكود يبقى عملية هيينة. ولا العملية تبقى stock بال او اس ده. قلنا بعد كده. الفوت برينت بتاع الاو اس. بتاع الاستوريج بتاع الباينري او how much memory it will require to be stored and to run. كلمنا عن ال real time support. هل الاو اس هيبقى fast enough و responsive معايا علشان ال real time applications بتاعتي. اتفاقنا على حاجة مهمة ان ال real time support. مش بس سرعة. انما كمان predictability. هل هو configurable قدر اكاستمايزه. هل قدر اغير ملامحه. بيزد على ال environment او ال application بتاعتي. هل في support كفاية. هل support ده جاي من ال vendor اللي هو proprietary. ولا جاي من ال community. هل في documentation كفاية لل او اس ده. واخيرا. هل هو open source ولا مش open source. هل انا محتاج ال open source ولا لأ. هل انا ال application بتاعتي simple application اي او اس هتتران او او حاجة صوفيستيكيتد قريبة قوي من ال hardware ان انا محتاج مجموعة من الكريتيريا اللي على اثاثها بختار. اتكلمنا النهاردة عن different features. ال operating system اللي ممكن نستخدمها علشان نحدد انسب او اس ل the embedded application بتاعتي. ولقينا ان فيش one size fits all. لقينا ان العملية تعتمد على ال hardware بتاعي. وعلى the embedded application بتاعتي. ان شاء الله المحاضرة الجاية. نبدأ نتكلم عن ايه اشهر operating systems في الماركت. وايه different applications ليه. بحيث ان احنا المعلومات النظري اللي احنا عرفتناها المحاضرة دي والمحاضرة اللي قبلها. ن apply it على existing operating systems. بحيث يبقى عندنا نوع من الخبرة في الاختيار ال operating system المناسب للابليكيشن من الموبيلين في الماركت. ارجو نكون محاضرة مفيدة. ولو في ايه اسئلة ياريد تعطوها على الفيسبوك بيج او على ال discussion group. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.